مجدى عبدالغان ما هو المطلوب من اتحاد كرة القدم المصري القادم؟ مطلوب منه؟ كتير كتير لو بالفعل عايز الكرة المصرية تعود الى سابق عهدها خلي بالك لولا النادي الاهلي على الكرة المصرية في السنوات الاخيرة لكان لنا لا حس ولا خبر خالص الاهلي الحقيقة رفع رأسك في كل مكان وسندك وحفظ ماء وجه كرة القدم المصرية بانتصاراته وببطولاته بنجاحاته بتوجده في كل المحافر بلا استثناء قاني الاوان ان الكرة المصرية اللي عندنا ماتش درويتي كان بيتلاعب كمان الشباب مع المغرب قلونا النتيجة كم؟ مغلوبين واحد صفر للأسف من المغرب ودي تصفيات للوصول للنهائيات والمنتخب ده يعني راح بعد ما تم استبعاد عشر لعيبة وعملوا لهم الكشف هناك بتاع العظم ده والحمد لله اللي موجودين كلهم نضاف فربنا سطر يعني فاللي عايز اقوله انه اتحاد الكرة مطلوب منه حاجات كثيرة جدا 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 الفترة القادمة ما بين انضباط ما بين احترام ما بين لوائح ما بين لجان ما بين قواعد ما بين ملاعب ما بين تحكيم ما بين ناشئين حدوتة جبيرة جدا واي قائمة ستتقدم دون برنامج انتخابي ملايش احترام عندي انت حضرتك عندك النقاط المشاكل الاساسيات بتاعت كرة القدم المصرية حضركم انت داخل تتقدم كده تقول لي برنامج الانتخابي انت هتعملوا لقاءات في التليفزيون وهتبقوا معنا ان شاء الله فتقولونا والله احنا برنامجنا الانتخابي واحد اتنين تلاتة اربعة عشان نيجي كل شيء نجيب الورقة نقول ادي واحد تمام اتنين تمام تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هنفتح الموضوع دي كلها لكن فيما بعد لما نشوف القصة شكلها هتبقى عاملة ازاي في موضوع الانتخابات